على الموجة سوى على صوت لبنان والتحيات تتجدد لكل حدا عم بيرفقنا ان كان عبر موجاتنا 100.5 100.3 او كان بالصورة عبر video.me video 24 او صفحاتنا على social media voice of Lebanon 100.5 على الموجة سوى انطلق بحلقة جديدة اليوم بخضم كل هالأمور اللي صايرة بالبلد كل هالأمور اللي العاني بالبلد رح نركز بحلقتنا اليوم على قضايا المرأة وتقديمات الزكاة الاصطناعية وعلاقتها بالزكاة الاصطناعية وداش فيه تحديات وداش هم تكون انبه هيدا المجال واستعماله كيف هم بيصير كمان بدي اوصل على نقطة او بدي عمالي احكي بنقطة عن هيدا الموضوع عن الزكاة الاصطناعية بالتحديد ده ممكن هو نعمل للخير مثل كل شي بها البلد بها الدنيا بها الكورة الارضية بس بالعادي عم ناخدوا للشر فبدي شوف بين الخير والشر هالزكاة الاصطناعية لوين عم بيروح مواضيع تانية رح نطرحها كمان مع ضيفتنا الكاتبة والصحفية والاستاذ الجامعية الدكتورة لليان أربين عقل شرفت لنا بصوت لبنان شكرا اندري صباح الخير للك وللمستمعين وللك وللمشاهدين شكرا اه كمان في المشاهدين استناعهم دكتور عقل الزكاة الاصطناعية اول شي بدي اقولك انه جاي من مؤتمر فيلادال في الدول الخامس والعشرين اللي بيحكي عن العلوم الإنسانية والتبراوية بضوء التحول الإلكتروني بالأردن نعم شاركت بخلال وقاءة خلينا خلينا نحكي عنه شواء بمراقتل قبل ما نحكي عن مواضيعنا التانية بالفعل اندري رغم كل الظروف اللي عم نعيشها عندنا تحدي كتير كبير انه نضلنا موجودين بالأماكن الفكرية والعلمية ونقدر نخلي نحافظ على الصورة الثقافية للبنان فكان تحدي كبير انه نشارك بهيدا المؤتمر يلي صار بفلادالفيا ويلي بيحكي عن ذكاة الاصطناعية لأ ورقة البحثية كانت نتناول المرأة العربية وتحديات الذكاة الاصطناعية يصار بجامعة فلادالفيا نعم بعمان بالأردن ايه حما يخلوننا ضايعين ولا يهمك فطبعا موضوع ذكاة الاصطناعية هو موضوع عصري والمرأة العربية وكبت كل المراحل للتطور كان عندها على طول تحديات كبيرة خصوصا بمجتمعاتنا العربية يلي فيه بعض المحرمات وبعض العادات والتقاليد يلي تحول دون انه قدرت انا توصل لبعض الامكان بالأسف بعد هاي المحرمات يعني بعدها موجودة يعني صرنا بالالفان واربع وشرين وقطعنا القرون الوسطى وصلنا على القرون الحديثة والتطور وصلنا للذكاة الاصطناعية عم يقود العالم بعد فيه تقاليد وعدات كتير قديمة بتحد المرأة كتير هو هيك بس كمان المرأة عملت انجازات كبيرة بهذا المحل وخلبي مسارتها العلمية والفكرية والثقافية قدرت تثبت انه هي جديرة لحتى تاخد موقع مميز بمحلات علمية ومعرفية نعم المؤتمر سارع يومين كان فينا دوات كان في محاضرات كان في حضور شو الخلاصة منه إذا بدك يعني هو اهم شي بالمؤتمر انه بصير في عصف فكري بصير في تبادل الخبرات وموضوع ذكاة الاصطناعي بعضه موضوع آني يعني دايما بيحمل نقاش وبيحمل تفاعلات وهو التفاعل في غنى وكل واحد بصير يبلور من خلال ابحث وشو عمل بالأخير المعرفة والعلم هو تراكمة يعني كل واحد بيعمل إضافة للتانية لحتى يقدر نمشي دايما لقدام والأخير المجتمع هو معرفة والمعرفة هي بتخليك تتعاطى مع الأمور بطريقة أفضل ما كان دول حاضرة كان فيه دول كان فيه لا بسبب الأوضاع اللي هلأ المنطقة كلها عم تعيشها يعني ما كان فيه كتير حضور عربي بتعرف المنطقة كلها عم تعيش أزمات هالفترة تحديدا يعني بدي أقطع كمان على هالإفنت اللي عملوا اللي صعب بالسعودية قداش مبدحة اللبنانية قداش خلاق قداش أفونجارد قداش مالك اللعبة الحضارية بكل إداة و بكل جوارح و بكل مواهب و بكل عمل و بكل طاقات و تقلقه قداش نحنا بلبنان عم نشوف شوان كيف تقري هالصورتين المتناقضتين عرض اللي صعب العالم اللي صار بالسعودية واللي حضروا من لبنان ناسي عجرم مصر عمرو جيب سيلين دريون و غيره نكتار وهالوقت كيف كيف بتقارني كيف بتشوف هالصورتين المتناقضتين بالفعل أندريل لبناني عم بيلمع برة وكان الحفل كتير مميز لقلي صعب بالسعودية و يعني هذا دليل أنه لبناني قداش حفل سباق قداش كان قداش لبناني عنده طاقات رغم كل الأمور يعني عقبال كمان ما نحنا نقدر نوصل للبنان أنه نعمل هيك إفنت بقلب لبنان يعني الاختراب اليوم كمان عطول عم بيشتغل مع حلات تحس اللبناني عم بيبدع بالاختراب و عم بيشتغل لحتى يزبط صورة لبنان لبناني عم بيروح وين مكان و عم بيبدع فعقبل ما نقدر يصير في عنا كمان اللي أنه كمان هايدي الإبداعات نطبقها بالبنان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خلينا نروح على زكية الاستناعية بدي كمان بلش بعنوان عريض وعن المرأة لأنه حضرتك تختارة وصحفية وكاتبة وستبقت وكل هالأمور بدي فندلك هني بعد شوي بس خليني بلش عن كيف تختصر يوقع المرأة العربية بلي عم بيصير اليوم بلوقعنا اليوم بالقصص اللي عم نعيشها بظل التحديات وبظل تحديات الحياة العادية وتحديات الزكاء الاستناع اللي صار أمر واقع حبيناه أو ما حبيناه أقلمنا معه أو رفضناه يعني بالمطلق ما في مرأة عربية واحدة يعني في عنا كثير مجتمعات وكل مجتمع ما في عنا نموزج واحد كم نموزج يعني المقصود بس بالمطلق يعني المرأة حققت كتير إنجازات خصوصا على الصعيد الاجتماعي والإنساني وهي يمكن هي بطبيعتها عندها قدرة أصلا أكتر على تحمل الصعاب وأنه تكون قريبة كتير من الإنسان يعني إذا منركز وتركز المرأة بشكل خاص على بناء الإنسان خصوصا بهذا الفترة قبل بناء الآلة وبناء الإشاة المادية فبتكون عم نعمل إنجاز كتير كبير خصوصا بهذا الفترة لأنه اليوم بتحس بلشت القيام تنحدر وبلشت الإشاة الاستهلكية تكون على حساب أي إشاة إنسانية أو أي علاقات فيها مشاعر فإن شاء الله لازم نحد من تأثيرات هالموجة الكبيرة للآلة والتطور التقني ونعرف يعني إنه في عنا قيم لازم نظلنا محافظين عليها بهذا المحل عم بقلولنا عم بقلولنا إنه الآلة اللي عم يختروها بالآي آي عم تتحول يعني بعد شوية فيها أحساس يعني شفناها وقفة بتغني بأحد البرامج التليفزيونية شفناها عم تقدم برامج تقس وأخبار وشفناها عم ترضع ديلافونات وشفناها بتشتغل بالبيت قداب تخوف هالشغر قداب تخوف هالعمالي كان قداب يخوفه هو بالفعل لازم ضلنا عارفين إنه فيه مخاطر إن كان نحية الهوية مقسوطين فيها نحنا بس بعدين نحية الهوية أو نحية العادات والتقاليد اللي عندنا إياها فلازم ضل في عنا برأسنا إنه نحنا عم نستعمل الآلة ما نخلي الآلة هي اللي تستعملنا وهيدا التحدي الكبير قدريه وخصوصا بهيدا الأيام مية بالمية دكتورة بدي بدي كمان دكتورة لليان بدي أوصل معك لسؤال تاني عن المرأة كمان اليوم أنا من نصير المرأة على شكلها وأنا مع أنه تتبوق على المناصب أنا عبيري شوفة رئيسي الجمهورية خصوصا عنها في لبنان باكي بتغير باكي تغير المعادلة هي المرأة عندها قدرات وأكيد لازم توصل إذا كانت كفوقة مش لأنها مرأة ولا لأنه رجل يعني لازم يصير المعيار الوصول لأي مركز هو المعيار الكفاءة نعم طيب بالإعلام فيه رائدات نعم فيه نجمات فيه إعلاميات اسمهم بعده برن رن لليوم بالجيل الحالي بعد هال هالرن كما نسمع اسم إعلامي يعني بيحكي عن الإعلاميات لأنه عم بيحكي عن المرأة اليوم الجيل الحالي بعد فيه أسامي بترن هيك كل بس تقوليها يعني هي ولا لأ كمان تقلصت هو عم تعلقني بمحل أنا ما بحب اسمح لنفسي أن أي من الإعلاميات يلي طالعين لأن بالأخير كل واحد عنده كفائته وعنده قدراته وعنده ظروفه هلا أكيد بكل شي مش بس بالإعلاميات يعني القديم كان عنده أكتر جودة وكان عنده أكتر يشتغل على حاله على المضمون مش بس على الشكل لأنه اليوم الإعلامي مطلوب منه أكتر ما أنه يكون شكل ومكياج يعني مطلوب عليه يشتغل أكتر على المحتوى طيب كيف هل حملت؟ لا أسألك كيف تم فوتك بما هات أنت ما عبرك تفوتها متاهد هل حملة المرأة اللبنانية قضاياها بالإعلام؟ حملة إلى حد ما بس مش عقد ما هو مطلوب يعني اليوم المرأة الصحفية لازم تكون قادرة تحمل قضاياها وتكون ملتزمة فيها مش بس المرأة كمان الرجل لازم يكون هو كمان عم بيساند المرأة بهالمحل لأنه العلاقة بالنتيجة هي علاقة تكملية يعني مش إنه قصة مرأة ورجل لازم يصلنا لمرحلة إنه تخطينا هيدا النقطة نعم يعني مفروض بين المفروض والواقع أدافي بعض أدافي قرب هلأ هو بس الواحد يقرر بيكون فيه بيقدر يعمل بالأخير المرأة هي اللي عم بتربي وهي عم بتربي الرجل مثل ما عم بتربي المرأة يعني هي كمان مسؤولة مش على طولة نحط اللوم على الآخر تبليل إعلام يفرجين إياها مسطحة أو سطحية ليش؟ لحق عليا عم تقبل بهذا الدور طبعا مش عم نعمل ما تقوم إلينا هو هيك في ناس هلأ نحن ننطرهم منها ثلاثة نسمعهم ونحضرهم ونسمعهم بالصوت وصورة بس بالإجمال صورة المرأة الإعلامية أو المرأة بالإعلام مين مسطحة هي أو الإعلام هلأ نحن إذا بدأ نحن 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 عن موضوع الإعلام مش بس قصة المرأة فيه يعني هيدا حلقة ممكن تكون كاملة عن كل الإعلام وكل البرامج وكل الإعلام تعتير لعماسيج بس أنا بالنسبة لقالي دايما بحمل حالة مسؤولية أنا شخصيا إذا أي نقص كان موجود كيف؟ لأي بتحملي عليك نفسي لأنه بحيث أنه المرأة هي لازم تشتغل على حالة لحتى تقدر تكون مضبوط نموذج هي لكيف لازم تكون المرأة قبل ما هي تطلب من الآخر من القارئ أو من المستمع أنه يكون بكل المجتمعات فيها المرأة هي تكون فاردة نفسها بالطريقة اللي عم تقولي إياها بكل المجتمعات أكيد إذا أكيد في محلات بتكون أصعب من محلات في بعض مجتمعات قبائلية ما بعرف عمين عم تحكي لا عم بحكي بالعموم بلى في قبائل بعض في قبائل بس أنه المرأة ممكن هي تكون مقررة ما بعرف ما بدي أحكي عن حالة أنا مش عيشتها بس بعرف أنا أنه بالتربية والتعليم لما أن المرأة بتتعلم بتصير تعرف الإشياء وصير تعرف مضبوط ما تمشي بالمعتقدات الشعبية وتشتغل على حالة وما تقبل الصورة النمطية اللي نوضعت فيها بتقدر تعمل تغيير حتى لو أخد وقت بالأعلام الحالي اليوم نحنا بالوقت اللي نحنا فيه بهالحوقات الحرب اللي نوضع فيها لبنان واللي نجار لقيلة لبنان واللي عم يتحمل وزراء لبنان عم نشوف البرامج كلها تحولت محللين وسياسيين وليش ما نشوف محللات وسياسيات يعني هي انت شايف المحللين هولي بمحلل بغض النظر هلأ انتي ما تفوتيني هلأ انتي ما تفوتيني هوك شو رأيك بالمحللين استراتيجيين يلي عم يتلعوا أنا اليوم عم يتسأل هيدا السؤر بدك تسأله لأ يلي عم يستضيفه صح ولا لأ نا ليه ما بشوف يعني ليه ما بشوف محللات سياسيات بشوف محاورات كتير بس محللات ليه ما فيه بدك تسأل يلي عم يستضيفه ليه ما عم يكون فيه ليه ما عم يتصلوا بإعلاميات أو ليه ما عم يستضيفوا إعلاميات يمكن هي المرة حطت حالة بمحل معين بس يمكن كمان مثل ما سبق وولد المجتمعات كمان هي خلقت سورة نماتية تبقى مجتمع مفتاح هلأ انه مفروض يكون فيه هو مفروض بس انه هذا السؤال مش أنا لازم شاوب عليه لأنه يعني هي إدارة التليفزيون أو الراديو وهي اللي بتقرر منه لازم تستضيف الإعلام المتخصص بالمرأة والإعلام بكافة مجالات وطني سياسي اجتماعي حملتها المرأة ودافعت عنها كما يجب هالقضايا بموقعها من خلال موقعها هو قبل دافعت المرأة من خلال صحفتها دافعت عن قضاياها وحملتها مضبوط في أسماء صحفيات كتير ويشهد لقلهم وعلموا بأكتر من مجال هادي معيك حقفية مي بالمينة هو هيك بس للأسف كله بالأخير بيرجع بيلحق بعضه بالأخير الصحافة هي مرأة البجتمع وللأسف فتل ما قلت عم بتقول أنه اليوم صار فيه مثل أبواب معينة موجودة بالصحافة النسائية وهي عم تكون أكتر أهدافة إعلانية أكتر ما هي أهدافة اجتماعية توعوية حاملة قضايا للمرأة نعم مشان هيك بس هي هلأ بالقدر اللي هي فيه بالعدد اللي هي فيه هل عم تكون مواكبة هالأمور هل عم ينعطاها فرصة عم تواكب عم تكون عندها برامج بتحكي فيون سياسية بتحكي فيون وطنيات مش ضروري تكون عم تحكي عم تحكي عم تحكي عم الوطن كوطن أو بالأسس الاجتماعي أو ما يلوه على الفن أكتر هو بالفعل فيه نقص كتير كبير بهيدا المحل وبشكرك عهيدا السؤال لأنه اليوم إذا بدك تاخد أي صحيفة نسائية ما بعرف إذا هيدا هي المرأة يلي لازم نعبر عنها يلي هي باكياج وأزياء وتغذية ورشاقة فلا أكيد ما كانت المرأة على أد مسؤولية أنها هي تقدر تعبر من خلال الصحافة ما كانت ومنى موجودة هلأ هلأ كانت من زمان بس بهيدا الفترة عم نحكي المؤخرا ممنى هي على أد القضايا اللي لازم تحملها من خلال صحافة فيه رأيسات تحرير بأكتر من موقع بأكتر من مجلة بأكتر من جديدة في علميات كتير كمان يعني نحن ما عم نحكي عن الصحافة المتخصصة عم نحكي عن الإعلام النسوي ما بعرف قديش أخذ علاعت وحمل هم المرأة بس أكيد في نقص كتير كبير بهيدا المحل الدكتورة لليان أنت مع النسوية بالحياة نسوية أنت أساكي مباشرة أنا سوري أنا يعني بحكي شخصيا أنا بحس أنه المرأة لازم تحافظ على أنوستها ولكن مش أنه أنا مرأة وهو رجال وفي عطول معركة لا لازم يكون في علاقة تكاملية بدي أصريك سؤال مهم إذا المرأة قريبة أو راغبة هي أصلا يمكن مش راغبة بالدخول إلى عالم الزكاء الإصطناعي أنا شخصيا مش راغبة أبدا وهو بالمطلق ما في فرق بين المرأة والرجل بهيدا المحل مية بالمية بس هي أوقات المرأة بتحط أنه هذا الشي بس لأنه شي صعب أو شي هيك هي لازم تعرفه يعني ما فينا أنا تكون عيشة بعيدة عن هيدا لازم تتعرف عليه لأنه هلأ العصر كله صار عصر ذكاء إصطناعي نعم ولانه بس لحتى الاستفيد منه لتسهيل حياته ولحتى تعرف كيف كمان توقف خطر استعماله والوجوء إليه عم يستعملوا للشر مثل ما قلت بالأول يعني مثل كل شي بيتخلق للخير عم يستعمل للشر وبفتكر الزكاء الإصطناعي إنجر للشر هو إي لأنه الإنسان عنده تندانس أنه يتزاكى نعم شو يعني بيمنع دكتور لليان للمرأة لتلعب دور ريادة إن كان بالسياسة أو بالاجتماعيات اجتماعياً وراء سياسياً عم تحكي عن المرأة اللبنانية إذا بد خلينا عن المرأة اللبنانية ومنسوما العربي مفتكر نريه شوية مقربة أكتر أو هلأ في رئيسات وزراء أو في وزيرات على القليلة عرب في وزيرات عرب مشيت خطوة بهيدا المحل كتير كبير بس ممكن مطلوب منها بعد أكتر هلأ هي مهم أنها تكون مركزة على الكفاءة وتقدر توصل من خلال كفاءتها مش من أسباب تانية أكيد المرأة بعد ما وصلت للمحل اللي يجب تصله خصوصاً بالسياسة وتحديداً باللبنان والعالم العربي أكيد بدنا وقت نحن مرأنا بمرحلة كتير كبيرة تقدم كتير كبير بس بدنا وقت بعد لحتى نقدر نكون على قد هذه المسؤولية هلأ شوية اللي يحول دونا أكيد الأفكار المسبقة حول أن المرأة لازم تكون بالبيت وتهتم بالولاد وتأمن الأولوية وهذا الشيء أوقات بحول دون أن تقدر تصل لمواقع معينة وتقدر تكون على قد هذه المواقع بدي أجي معك على هالنقطة بازال يمكن تكون المرأة بس شاطرة بالمطبخ هل هالشيب ينتقس من حقها؟ شاطرة بالمطبخ لا بالعكس مشي كتير مني ولا لا بديهيات الأمور أن تكون شاطرة بس بالمطبخ لا بالعكس هذه موهبة أن تكون شاطرة بالمطبخ هلأ في نساء عندهم هالموهبة في نساء عندهم موهبة بمحل تاني هي الإشكالية بتصير لأن المرأة بكون عندها موهبة بالسياسة وما بتقدر توصل بس لأنا مرأة بس مش شرط أنه المرأة توصل بس لأنا مرأة وما تكون قادرة أن تكون بهذا الموقع هيدا مرأة ورجال كمان في نائبات ما بحبوا نائب النائب كان عندهم اعتراض على الكلمة ولو أنه بتتفسر على وجان النائبة المصيبة أو الشائبة أو المصيبة كلمة مؤنس لنائب فبعض النائبات اعتردوا لأ بدنا نائب النائبة مش النائب فلاني الفلاني الفلانية هيدا مشروع آخر بس عندنا نائبات وصار عندنا وزيرات كمان أوقات أمرار ما بدي مش عم بحكي سياسيا أو هيدا توجه هيدا توجه هل هالنائبات اللي وصلوا للبرلمون لبناني أو الوزيرات اللي وصلوا للوزارة كانوا على قد هالحقائب كانوا على قد هالمراكز بالإجمال بدي أحكي مش بالخصوصية يعني نحنا ما فينا نحكي تحديدا أنه مرأة بموقع سياسي لأنه كمان في رجال وصلوا على مواقع سياسية وتحديدا باللبنان صح وما قدروا يكونوا بهيدا بهيدا المحل فكمان ما تعليقني بلعبة الأسامة بفضل لا 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 ما بدي أسامة ما بدي تساميري مش لأنه مرأة ما قدرت عملت هيدا الإنجازات الكبيرة لأنه سياسيين اليوم للأسف إن كان مرأة ولا رجل معا بيقدروا كتير يعملوا الإنجازات المطلوبة منهم بهيدا المحل لأنه مرت فلان أو مرت الشهيد أو أم الشهيد أو أخت الشهيد مثلا أو لأنه هي تعرضت لأ لإصابات محددة مثلا عم بحكي يعني عم بستخلص من الصبايا والستات اللي فاتوا على الوزارة أو نييبي يعني دايما أو أم شهيد أو مرت شهيد بأغلب الأحيان قليلتها تكون هي لحالة بدون ما يكون مرت حدا أو بنت حدا أو بنت حدا هلأ أرجال كمان بيكونوا ابن حدا يعني عادة بس عم بحكي لأنه حديثنا عن المرأة فقط يعني تحديد هو تركيبة تركيبة العمل السياسي في لبنان تركيبة عندها كتير كتير مشاكل هلأ المرأة أكيد عندها أكتر جهد أنها تعملوا بهذا المحل حتى تقدر تحقق حالة من خلال جهدة مش من خلال أنه هي تابعة كمان لحزب معين أو تابعة لرجل معين أو أو لعائلة معينة من هون هلأ لأنه المرأة كتير تعلمت ووصلت لمحلات أنا بتفائلة بحس أنه يوم من الأيام لح تقدر المرأة أنه تثبت حالة بهذا المحل فيها تكون أكيد هي رائدة أكيد بس يتغير بس يتغير السيستام كله لمفاهيم العمل السياسي في لبنان يعني اللي بتربي والبيوت والبيتربي عائلات ما فيها تكون فعالة بالسياسي ملا فيها هي فيها تكون إذا هي قررت وإذا هي عندها الكفاءة نحن عم نمرق بأزمة بأزمة اجتماعية بأزمة سياسية بأزمة أمنية ونحن هو بستوديو مش عارفين شو عم يصير بره لأنه عم تعمل راكي بالتطورات بلا بس بالمعنى المجايزة للموضوع عم بحكي شو هو دول المرأة بالأزمات اجتماعية كانت أو إنسانية أو سياسية اللي عم نعيشها اليوم مية بالمية أندري هلأ بالمطلق المرأة عندها أكتر قدرة على التعامل مع الأزمات عندها صبر أكتر عندها حس إنسانة أكتر يعني بالإذن من الرجل بقى وهلأ بدأ نسكت وهلأ بتحس بتحس النساء كلهم بتحسن عم بينزلوا على الأرض وعم بيساعدوا وعم بيتعاطفوا يعني للأسف مثل ما عم بتقول يعني الأزمات عم تتراكم إن كانت اقتصادية ولا اجتماعية الكل لازم يكونوا واقفين إن كمرأة ولا رجل لحتى نقدر نتخطى هذه المرحلة الصعبة وكيف أكتر شي ممكن نشتغل بهذه المرحلة إضافة إلى الأعمال الإنسانية اللي أشرت لإله هي إنه نركز على بناء الإنسان رغم كل هذه الظروف اللي عم نقطع فيها عم يصير في تعليم وعم يصير في تعليم أونلاين يعني عم يضال في كيف أقوله تحديات عم نقدر نتخطيها وهيك طلع بيلي سؤال من اللي عم تقولي بدأ إياها بدأ إياها تكون قدر تحديات من وين بدأ المجتمع بالذكورة تحديدا وممنوع وممنوع ومسموح وممنوع ومسموح وبعدين بدأ إياها تكون قادرة تكون مفتحة على هذه الدنيا في ميزانين في كفين ميزان كيف بدأت توازن فيهم دورة هي أو دورة المجتمع أنا مختلفة أنا وياك بنقطة أندري هي أن المرأة هي بدأت قرر يعني ما تفكر حدا بده هو يخليها ولا ما يخليها لو قد ما كانت بمجتمع في ظلم ما فيها تكون ترفض الخنوع أكيد وفي عمنا كتير رائدات قدروا يوصلوا ووصلنا نحنا لهون لأنه في كتير رائدات هني قرروا أنه هني ما بدون ياخدوا تعليمات من حدا وهني بدون يعملوا يلي هني مقتنعين فيه فالمرأة فيها إذا هي تعلمت وإذا هي كان عندها الحنكة وكان عندها الصبر وكان عندها الإرادة ممكن توصل أكيد حكينا عن وسائل التواصل الاجتماعي وقلنا أنه أو عن ذاكي الاصطناعي حكينا وقلنا أنه في خير وفي شر أدي ممكن ياخدوا للشر أكثر أشر من الشر اللي نحنا فيه أدي بعد ممكن يروح للشر إذا ما انتبهنا له هلأ مبسوطين فيه هلأ إيه مثل ما عم بتقول أنت مثل ما كان سبق وحكينا كمان بموضوع بس بدي أرجاء تفتحته لأنه بدي أنه لعم موضوع قريب عليه يعني متل كل شي اليوم الفيسبوك مثلا ممكن تستعمله للخير ممكن تستعمله للشر بس الزكاء الإصطناعي نحنا إذا قدرنا نعرفه مضبوط يعني فينا نحنا نتحكم فيه يعني أهم شي هي المعرفة وأنه الواحد ما يكون هو على طول عم يتلقى الأشياء وعم يقبلها وأنه هو بدي يمشي بالتطور بدون ما كون عارف خلفيته فالمعرفة هي اللي بتخليها تحمل نحنا منلقنه للذكر نعش ويعمل لكن الحال ممكن تغلب علينا شي مرة ما هو هون التحدي الكبير أنه نضلنا نحنا اللي عم نتحكم فيه ما نخلي يوصل للمحاقنا لأنه عم بيقوله على قد ما أنا بعرف عن الموضوع أنه ممكن عم بيفوطوله حتة الحسيس والشعور هذه ما لا ممكن يعزفت الله هالمرحلة خلص علينا العوض كبشر لازم مشان هيك هون يمكن هيدا الشي لازم نوجه نداء للإنسان أنه تجرب يحافظ على إنسانيته من هون أهمية أنه نبني الإنسان لحتى يضل عنده أفانتاجات ويحد شوية من هالتطور الأوقات مش عم نقدر نكمش ونرجع طيب حكينا عن الزكية الاصطناعي بين الخير والشر وسائل التواصل الاجتماعي مثل حد السكين يلي فينا نقص فيها تفاحة أو فينا نجرح فيها الناس هو هيك يعني كل شغلة نحنا كيف ننقربها ونحنا كيف ننتعطى معها مشان هيك أهمية الوعي وأهمية المعرفة لما تعرف حسنات الشغلة وسيئتها فأنت لازم تعرف قبل ما أنه تدعي أنه نحنا بنعرف بكل شي ونصل لمحل ما عود نقدر نسيطر على الموضوع عم نشوف إذا فيه فيك نيوز إذا فيه تهويل إذا فيه تخويف إذا عم نعمل مننسب أخبار لمحطات أعلامية وصعفية معينة بنعمل كات لللوجو تبع هالمحطة وبنكتب علىها خبر وبنبعثه وعلى التلفونات كمان هالأخبار اللي عم تتنبعث بكمية كبيرة قداش فيه يعني الإنسان فيه حتة شر بمال معينة بتوع فجأة أو هو يمكن لأنه الناس بتحب للإسارة من هون أهمية إذا بنا نرجع لسؤالك القبل أنه الأعلام أو المرأة كيف تتعطى مع الأزمات والأعلام بالأزمات عنده مسؤولية كتير كبيرة والأعلامة قبل ما يتبنى الخبر وينشره لازم يتأكد من مصدره لازم يعرف هذا الشي شو ممكن يكون إله تداعيات وبالأزمات بشكل خاص يعني المصدر تداول المعلومات لازم تكون دايماً قادة على الحس الوطني والنقدي المهني قبل ما نتبنى أي خبر وينشره قبل ما أختم معيك كيف تشوف المرأة اللبنانية دكتورة لليان المرأة اللبنانية حققت كتير إنجازات وعندها كتير قدرات وعندها كتير طاقات رغم كل الظروف ورغم كل المحن اللي قطعنا فيها بعدها قادرة تتحدى الظروف وقدرة كمان دلت تنطلق لبكرة إن شاء الله بأمل أنه يكون بكرة أحلى ملك الجمال لبنان ناداكوس عم تمثل لبنان بملك الجمال الكون كمان في ناس اعترضت ناس أيدت كيف ضرورة وجودها بهذا المحفل العالمي لا أكيد أكيد الحياة بدأت تستمر وهيدي رسالة رسالة محبة وأمل لكل العالم ضرورة تكون تقولي أنت مع وجودها أكيد لا تنقل الوجع اللبناني أكيد ضرورة أو الصورة اللبنانية ضرورة الدكتورة لليان البناء الكاتبة والصحفية والأستاذ الجامعية أنا كتير مبسطة أنه طرفت عليك أول شيء شكراً كتير تنبسط بهذا اللقاء معك اليوم شكراً كتير أندري واتمني لك نهار حلو شكراً على الموجي سوى انتهى شكراً لكل اللي تابعونا عبرها هو صوت لبنان بالصوت والصورة برامجنا مكملة خليكم معنا